اشتركوا في القناة عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك كان موصوفا بالعقل والديانة التامة والورع مشهورا بالجود والبذل وسحنون اسم طائر بالمغرب لقب به لحدة ذهنه وذكائه دخل على رجل وهو يموت فوجده خائفا فقال له ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر والقرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله يرى يوم القيامة وأنه على العرش استوى ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإنجار قال الرجل إيوالله فقال مت إذا شئت مت إذا شئت توفي رحمه الله سنة أربعين ومئتين من الهجرة ترجمة نانسي قنقر